لنقاش أعمق من عمان السيد ماهر كيالي الناشر الأردني أهلا بك على شاشة القاهرة إذن نحن نتحدث عن معرض يؤكد ريادة مصر الحضرية والثقافية ما دور معرض القاهرة لكتاب في ترصيخ لمبدأ القراءة الورقية أمام تواغل الذكاء الاصطناعي مساء الخير وتحياتي إليك ودى للإقوة طبعا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسة وخمسين هو أحد أعرق للمعرض العربية وربما أنا من القلائل اللي يواكبوه من دوراته الأولى يعني إحنا الدار تأسست المؤسسة العربية الدرسات والنشر عام تسعة وستين والمعرض يعني بدي بهديك السنة فالتطور كبير التطور في عدد المشاركين تطور في مساحة المعرض الأهمية الكبرى اللي بعول عليها معظم الناشرين المصريين والعرب على معرض القاهرة وطبعا الظاهرة الجديدة اللي هي بنحكي عنها اللي هي الذكاء الصناعي ويعني تأثيراته المستقبلية على عالم النشر طبعا إحنا هلأ في البدايات ولكن لسه يعني الكل عم بتلمس طريقه يشوف كيف يعني هذا الذكاء بده يدخل على عالم النشر والزميل اللي يتكلم قبل شوية عن الندوة المهمة اللي رحى تصير في 3 فبراير إن شاء الله يعني نحضرها وبنتابع يعني رأي الخبراء والأخصائيين بس يعني أنا كناشر طبعا متوجس من قصة يعني إنه الذكاء الصناعي قد يعني يمكن مثلا أحد الأشخاص اللي مش بالضرورة يكون موهوب أبدي أدبيا أو إبداعيا إنه والله يعني يساعده الذكاء الصناعي يكتب رواية أو حتى يعني بجوز يقدر يعمل قصيدة شعرية يعني لوحد مش عارف حدود الذكاء الصناعي توصل فيه بس يعني هل هذه الخطوة برأيك هي ممكن أن تكون خطوة إيجابية وفي النهاية الرأي يرجع إلى القارئ أم برأيك هذه خطوة تدفع العديد إلى الوراء يعني هو العلم والاختراعات دائما يعني دائما إيجابياتها أكثر من سلبياتها بس يعني هلأ إحنا كواقع النشر الحقيقة يعني فيه نوع من الأزمة في عالم النشر والكميات اللي عم نطبعها طبعا فيه ظواهر إيجابية بنفس الوقت عم بتصير في معارض الكتب وربما كمان في معارض القاهرة موجودة هذه الظاهرة هي إنه عم بيكون فيه شركات اللي ممكن تطبع عدد يعني عدد محدود من النسخ تطبعها بسموها بالانجليزي print on demand يعني الطباعة حسب الطلب وحسب الحاجة فصار فيه شركات في قلب المعارض ممكن لو كتاب صار عليه إقبال ممكن إنهم يطبعوا كمية منه ويلبوا السوء ويلبوا النشر والقارئ فيعني هاي اختراعات كلها طرأة جديدة على عالم النشر وعلى عالم الكتاب ونحن ننظر باستحسان بتحل الأزمات أحيانا وأما بالنسبة للذكاء الاصطناعي فالحقيقة يعني الذكاء الاصطناعي بده الواحد يستنى شوي تشوف كيف تتبلور مثل كل الظواهر العلمية اللي أخدت وقت عبن ما صارت